مساء الخير مشاهدون يا كرام مرحبا بكم على قناة البلاد سعيد بخدمتكم في هذه الأمسياة في البلاد اليوم للحديث دائما على تطورات وباء كورونا في الجزائر تطورات هذه المقلقة والخطيرة التي جعلت رئيس الجمهورية اليوم يترأس سيد عبد المجد تبون يترأس اجتماعا لأعضاء اللجنة العلمية لرصدي ومتابعة تفشي فيروس كورونا بحضور وزير الداخلية وزير صحة وزير صناعات الصيدلانية وزير الاتصال وقائد الدارك الوطني والمدير العام الوطني لتقييم دراسة الحالة الوبائية وجاء في بيان الرئاسة أنه بعد الاستماع لعروض الوزراء والمسؤولين تقرر إعادة تفعيل إجراءات الوقائية المتخذة منذ بداية تفشي الوباء بكل صرامة كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعميم استعمال المعاقمات إضافة إلى تسريع وتير التلقيح لتبقى الحل الوحيد للقضاء على هذا الوباء مع الاستغلال الأمثل لعدد الأسرة المخصصة لمرضى كوفيد-19 ورفع طاقة استيعاب المستشفيات الحالية من 7 إلى 15% خاصة في المدن الكبرى كالجزائر العاصمة وهران وقسنطينة كما كلف رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون وزير الداخلية والنقل بأخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بالاستعانة بالمستشفيات الجوارية واستغلال المستشفى الباخرة في المدن الساحلية في حالة الضرورة مع التنبيه إلى أن الحالة الوبائية المتحكمة فيها إلى غاية اليوم تقتضي المزيد من اليقظة والحذر حسب ما أكد بيان رئاسة الجمهورية اليوم إذن نناقش هذا الموضوع اليوم ونناقش تطورات الوباء رفقة دكتور الخضر أمقران وهو طبيب منسق في المؤسسة الجوارية للقصبة تابعة ل مؤسسة الجوارية للسحالة المومية لباب الواد باب الواد مرحبا بك أولا دكتور الخضر أمقران السلام عليكم شكرا على الاستضافة وإن شاء الله نكون عند حسن الجمهور وفيما يخص هذه المسألة الحساسة التي تقيس كل الجزائريين وكل عام طيب دكتور اليوم كيف نقيم الحالة الوبائية في الجزائر اليوم الرئيس يقول الحذر الرئيس يبدو أنه رفض أن يقول الأمر خطير ولكن قال ينبغي الحذر والحذر وحنا كممارسين صحيين نقدر نقول أنه رعنا في حالة قلقة ورعنا في حالة خطيرة لأنه عشنا نفس المرحلة في صائفة 2020 في جوية وقوت وإن كان لاحظنا تفشي الوباء بخطورة وزلت لحقنا في الزلوة وإن الوباء أصبح خطر على الصحة العمومية ولكن هي نفس الوضعية وباء كوفيد 19 مع السلالات هذه الجديدة هي نقدر نقول نفس الوضعية لما نشوف أنه رعنا في نفس الوباء لكن مع السلالات المتحورة فيه خطورة أكثر ويعني انتشار أكثر وفيه حالات وين بعض السلالات هي فتكة ونقولها بكل صراحة لأن هذه السلالات الجديدة لنسميها اليوم دلتا يعني الهندية هذه الهندية هذه سلالة لا تخليش حتى تعطينا الفرصة حتى للمريض أنه هذا الوقت كان عندنا لنسميه وحنا النافذة باش نداوي وهلا يعني ماهوش يسكن في الحنجرة كما في السابق كما يعني الفيروس الأولي يروح مباشرة إلى الرئتين هذا ليسبب خطورة والتهاب رئوي فيروسي ليقدر يمس كل الأعمار اليوم فيه إحصائيات تقول أنه فيه شبان بين 30 و50 سنة نصيبهم في غرف الإنعاش بما سمحني طبيب دكتور أمقران لما تقول لليوم ولينا نشوفه مرضى بين 30 و50 سنة في غرف الإنعاش الشيء الذي لم يكن ملاحظا في السابق هذا هو وهذه هي الخطورة وهذا هو يعني الإشكال لليوم راني ننوجهه فيه وهذه هي الرسالة اللي حابين نلحقها أنه اليوم حتى واحد فينا ما راه في أمان ما دام كل الناس ما هو مش في أمان رايش حبي يقول يعني في الوقت الأول كنا نقول له هذا الفيروس يقيص غير الشيوخة ولي عندهم أمراض مزمنة ولي عندهم منعه يعني ضعيفة لكن اليوم راهي ما هوش يخير بين يعني الناس الشباب الكهول المرضى وغير المرضى راههم يتقاسوا هل الأطفال صغار يقدر يتقاسوا لكن ما فيهمش عام يعني ما فيهش أعراض بينها وما فيهش الخطورة لأنهم المناعة الذاتية تهم أقوى في هذا العمر لكن يقدر يكونوا سبب في نقل في العدوى يعني العائلة تهم للوالدين والعائلة تهم إذن هنا الخطورة اليوم أنه شفنا باللي يقيص الشبان شفنا أنه يعني يروح مباشرة نرئتين شفنا أنه فيه حتى الناس يتقاسوا مقبل فيه إحصائيات من أخصائيين يعني علم علوم الفيروسات يقولوا باللي فيه على المتوسط الشهور تقدر تعود التقاس هنا لي يوم نشوف باللي الخطورة على الصحة العمومية بين وظاهرة والحل الوحيد إذا نقدر نقول هو التلقيح والتلقيح السريع لأكبر عدد ممكن من السكان قبل ما نجيوا للتلقيح اليوم دكتور هل الأمر يمكن استدراكه ولا سيريفرسيبلي يعني بالنسبة لك صراحة انت ممارس انت يوميا مع المريض مع نقدر نستدركه ومارناش يعني نقدره انفسراترابي كما يقولك ما 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 فاتش الأوان لكن إذا كانت فيه الانضباط عند الكل عند كل المواطنين مهما كان ما كانت يعني يعني كان لعمرتهم وثاني إذا تقبلنا أنه الحل الوحيد باش نكسروا السلسلة تعتفي الشي بيروس كورونا هو التلقيح والتلقيح يكون بسرعة إذا الحقيقة قال اليوم المواطن ولما ندروا عملية تحسيسية ما يجبش نحس المواطن أنه هو السبب الوحيد باش يعني يتقبل هالأمر حتى لأنه تعرفوا أنه كثير مواطنين فيه يعني اللي في نيغاتيف تعلية ريزو سوسيا شبت باللي وسائل التواصل اجتماعي داد كاريتا لأنه الكل أصبح عالم الكل يتفقح في علوم الفيروسات والكل يتضار بالمعلومات وهذا ليخلى أنه المواطن يعني يقعد حايا يتردد يتردد ويقعد حايا حنا نقولولو أنه إذا كان حاب هذا المواطن يعود المعيشة التواصل العادية في أقرب وقت ممكن لازم انضيباض هو احترام كل التباب الوقائية من الكمامة من يعني الغسل أيدي في كل وقت من تباعد الجسدي حتى في الأماكن الغير مغلقة خطرحنا نقولو ديروا الكمامة وديروا التباعد غير داخل المرشيات يعني داخل الأسواق ولا داخل الملاعب حتى ولو مع ملاعب مغلوقة لكن حتى في الطريق لازم يكون تباعد خطر هذا هو كل شيء ممكن مع هذا الفيروس اللي المتحور قلتاني اليوم لازم نستفهم أنه ما عندناش حل آخر من هذا الحل طيب الآن دكتور سمحني اليوم انتاك طبيب تتعامل مع المواطن الجزائري البسيط في القصابة باسكاسبا باب الواب كل شيء يجيليك المواطن البسيط هل تجدوا صعوبة في إقناعوا بالتلقيح؟ فيه صعوبة نقول لها بيكون صراحة اللي أقول لك بديننا وش هي الأسباب اللي؟ عملية التلقيح بدينناها في 30 جنوبيل يعني الواتيرة انتا عملية التلقيح في الأشهر الأولى شفناها باللي ما كانش في المستوى والأسباب كان أسباب اللي نظن باللي تكون من جهتنا دكتور سمحني خليني نقول لك أنه ليش من جهتكم انتوما لماذا؟ لأن الدولة الجزائرية عندها تجربة في التلقيح منذ سينيات القرن الماضي أي قضاة على البوليوميليت شل العضوي قضاة على تيبركولوز لا رجال بوحمرون بمعنى أن التجربة موجودة عندنا يعني كيما يقولك فيه مخطط وطني للتلقيح لأولادنا حتى نحميهم من كل أمراض المعدية ومخطط يعني بلك في دول إراقية ما هوش موجود ما هوش في مستوى ويعني في يعني ما كيش كل بلدان قادرة تقوم بهالعمالي إنها عملية اللي يتكلف مصارف كبيرة باش تكفل بملايين من الأطفال يعني من زيادة تهم حتى يكبروا ما هيش عملية سهلة دونك الدولة تكفلت كماز بالحال دكتور سامحني لأنه الجيل هذا صفت أمر كبير في هذا المجال معذرة الجيل هذا ربما لا يذكر أنا واحد ما نذكرش ولكن الناس يحكي ومتدرت مئة سين يحكيوا لكم كان الجزائري يمشي في التاريخ ويتخيي الدم يعني يسعل الدم بسبب تيبر كيروز اللي خلاه الاستعمار وقدرنا نقضيه عليه ثماني في ثمانين مكاش تيبر كيروز في جزائري دونك على ذي قلت لك أنا مشكي ما وش فيكم توم حبيت أن أقول برك عندنا على الأقل مسؤولية صغيرة في التحسيز هل فيه عدم الثيقة في كل منظومة الصحية؟ هل فيه أن المواطن قتلك تخلق لك الأمور لما يشوفه شوي صرا في وسائل وسائل التروس الاجتماعي؟ ولكن مواطن هذا دكتور مواطن هذا اللي لما يشير السيارة يديطولي وميكانيسي ولما يتعلق الأمر بصحته يسقسي ما وش طبيب ما يسقسيش طبيب صح وهذا إشكالية كبيرة يعني إشكالية سوسيولوجية ثقافية يعني تمس يعني البنية الاجتماعية المجتمع بتاعنا لكن صح الجزائري والله يعني لما يسمع كل آراء منا ومنا يشوف بالله يقول لك هذا تلقي هذا فيه خطورة فيه أعراض ولكن لما يمرض يجي يجري للمستشفى ويجي يطلب يعني في الطبيب باش يداويه إذن وعليش أن نخلي ورواحتنا حتى يقيسنا المرض باش نروحه للإصبيطار وإحنا كنت نفهمه نقول واحد نعطي واحد الميتان نقول يا خوتي يا خواتاتي وعليش أن نقوله نعود ونكره في هذا العمل نقول لكم بالك وحاذروا لازم الحيطة لازم الحذر فيما يخص هذا الفيروس لأن الإشكالية مش خطرة حين يكونوا فيه كثير الموتى نقولها 99% من المصابين ما يموتوش فيه واحد في المية ليقدر يموتو ولا يكون عنده مضاعفات خطيرة لكن الإشكالية أنه ما نقدروش نواجهه في لحظة ما يعني فيه دقيقة ولا فيه ساعة ولا فيه نهار ألف حالة ليجيك للإصبيطار في نفس الوقت حتى ولو تكون إنونجين حتى ولو تكون إنونجين سهلة باش ندويها لكن باش نقابل هذوك الألف عب في ساعة ما نقدروش ناخدهم يعني كما يجب الحال إذا نقول الحيطة الوقاية خير من العلاج التلقيح نظن الناس تفهم أنه من غير التلقيح ما نقدروش نخرجه من هذا الوابع طيف قضية التلقيح الدكتور هاليوم يعني إجوزنا نبقى نسكسي ويعني أي التلقيحات أفضل الروسي الهندي الصيني تومبوكتي أولا غير حاجة مؤسفة نقولكو عليه لأنه فيه السبري كانت في بداية الأمر فيه تضاربات وتشابكات بين قوصين علمية في العالم ونظن بلي كانت حرب غير معلنة بين قوى بين دول بين يعني اللابورات واليقرون لابورات والي عندهم لبيك فارما هذو هما هذو كان عندهم تأثير على المجتمع على الناس بالعالم باش يبيعوا سلعة تاعهم نقولها بهذا الكلمة هذي الإشكالية لما يعني تشوف باللي الناس ما زالها ما تهمش أنه المرض جديد الفيروس هذا حتى ولو كان معروف منذ أكثر من مئة سنة لكن هذا في هذا السلالة هذي بهذا يعني النوع هذا جديد التلقيح اللقاح جديد دونك ما عندناش الوقت ما عندناش دي روكول لقدام باش نقدروا نقولوا بلي هذا اللقاح خير من هذا أو خير من هذا ولا هذي اللقاح يقدر يدير مضاعفات هذه وما يدير مضاعفات أخرين وعلاه إذا نروحوا بهذا ما نديروا حتى شيء هذا الشي الليك تقول فيه دكتور يطلب على الأقل خمستاش إلى عشرين سنة هذا ملاحظة المعتد هذا هو حتى في علم الفيروسات حتى لما نخترعوا اللقاح لازمنا عشر سنين خمستاش سنة على حسب الفيروسات ولا من خمستان شنة إلى عشرين سنة إذن ما هوش الوقت اليوم نقولها للشبيبات نقول لهم أكم تشوفوا في أوروبا ما دام سرعوا في التلقيح منتاع الشعب تتاعهم بدأوا يرجعوا للحياة العادية بدأوا يرجعوا للإصطاد حنا اللقاح تقولوا هكذا إن شاء الله نقناعهم نقولهم التلقيح وش معناه في فرنسا رفتحوا لي صال 2 سنة مرة هذه هي حنا نقدر كين لحقوا لقحوا إنسان وش حبي يقول يعني إلا ماشي ما يقصوا المرض إلا يقصوا المرض إلا يقصوا الوباء ما يدلوش حاجة خطيرة وحاجة المهمة العبد ليكون فاكسيني ليدي التلقيح ما هوش ما يقدش ما يعديش وش حبي يقول حراح يكصى السلسلة هذيك تاع تفشي الفيروس وش حبي يقول يقدروا إلا لحقنا بالواتيرة اللي رايحين على حساب المعلومات اللي من وزارة الصحة ومدير العام تاع الانستيتي باستير نعم سيد نرار سيد نرار دكتور نرار إلا مشينا في الواتيرة هذي تاع نقطاني بين ثلاثة إلى أربع ملايين يعني جرع في كل شهر منا لفيندران يعني نهاية العام بداية العام من جاء إن شاء الله نقدروا نكونوا لقحنا عن أقل عشرين مليون جزائي نقدروا نقولوا هذك اليوم نقولوا باللي رعنا في الطريق الصحيح ونلحقوا إلى المناعة الجماعية لما نحوص عليها لما نلقحوا بين خمسين إلى سبعين في المئة من المواطنين على بركوا على سبعين في المئة لأنه ثلاثين في المئة أخرين تقاسوا ديجا مرضوا أو لا وكاين نستاني يعني يعني ما يحوصوا ما عملهم ما يحوصوا شي فهموا في المسألة دين تعالوا لقاح برك نقول اليوم الحل الواحد هو اللقاح ما فيش وقت لنضيعوه باش يعني نشوفوا سكون اللقاح لمليح سكون اللقاح لمليح لأنه قدما نسرعوا في تلقيح المواطن قدما نخرجوا من هذة الأزمة الوبائية بأقل ضرار وبسرعة ونعيشوا نعودوا نعيشوا بالحالة العادية تعالى إن شاء الله إن شاء الله الآن دكتور كاين مسألة أخرى هل ما راكمش متخوفين في هذة الأيام هذو مثال إنه نفي كونترار تعالى كل جزائي يجوا يتلقوا على ضربة شفنا هذة الأيام تهذو تسبح لي ممعليش وكونترار إحنا هوني كونترار ما دا بينا ما دا بينا خدمنا رواحه إحنا نفرحوا كي يجيوا الناس عندنا أنا نشوف لي حتى الكمامات اليوم والبالأخرة شوف بالي الناس وعودوا لدينا معليش هذة مليحة 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 عشو غير في الاستعجال مليحة أوبيرا سان كوماندوس يطلع نديروا الكمامات يخبط ننساوي كل تضابير لا لا لازم تكون عندنا ثقافة إنتع حماية كي نحمي الروحي نحمي المواطن نحمي العائلة التاعي ونحمي الموحد التاعي ونعيشوا في آمان طيب دكتور كين أمر آخر كذلك سمح لي يا ربما اتطاعك المواطن الجزائري ربما يقول دولة هذة حقرتني ما يقدرش يفهم لماذا يأتي إلى المستشفى ولا يجدوا مكاناً هل انتمات ما النس حذارين هل اللي عنده معرفة يدخل سبيطار لا 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 الناس يجب أن تفهم ما كان حتى دولة تقدر تضمن للمرضى في حالة استعجال الوبائية والوبائية يعني تقدر تقبل في غرف الإنعاش مية ميتين خمسمية ألف مرات هذا ما هنش موجود في أي دولة في العالم على هذة دي نقولوا ما ينزمش للحقور واحدين حتى نلحقوا الأزمة هذة وعليش هذا هو صاردوك لأنه ما احترمناش تضابير الوقائية ما لقاح يعني أقل من 10% اللي تلقحوا حتى نعم قليل قليل بزاف في بلاد كيمحناية اللي عندها إمكانيات وين الدولة راه تعمل كل شيء باش تصخر الإمكانيات اللازمة قليل وخاصة لما نكون الأغلبية السحقة من شعب جزائي شبان شبيبة وشبيبة شوية تناسى الصغر يخدع كما يقولوا لأنه يكون صغير ما يخمش بالإمكان هو يقدر يتقس بالفيروس وما عنده حتى أعرام لكن هو الناقل يعني الأساسي اللي يديه البابه اللي يمه الجدول فاميرته ويقدر يكون هو السبب مباشر أو غير مباشر الوفاة لقدر الله إذن الشبيبة تتناسى إذن على هذه الأمور هذا خلت أنه فيه شوية استرخاء فيه شوية استهطار فيه شوية نتناسى ورحمة لكن أنظم باللي اليوم هي مسألة حية أمود طيب الآن دكتور الخضر رئيس الجمهورية أمار باتخاذ إجراءات العودة لهذه الإجراءات كيف ستكون هذا السؤال أول السؤال الثاني دكتور إحنا نرى نقبلين على العيد الكبير العيد الكبير العيد الكبير يحب الثلاثة لـ 20 دكتور لذلك ثلاثة لـ 4 ثاني يوم عيد بعد الخميس بعد الجمعة السبت هل تقديرك لو كان يكون الوفاة أو الوطال أو هذه المرحلة هل ممكن نقصه ونكسره سرعة الانتشار فيها يعني نقدره نقصه لكن من منعوش ما دام لأنه تقعب الـ اليوم وحد تكون طعمين اليوم على عشرة يمه والعيد خلاص هو يكون فيها الأعراضي يقدر يكون دواء ولا ما تدواش ولا يقدر يكون يدخل للمستشباه ولا يكون في الإنعاش إحنا برك نقوله باش انتفادوا الكاريتا طيب دكتور باش نعطيك الوقت تتكلم أكثر نديروا فاصل قصير ثم نعودون لي ونقاش يعني باش تشرح مليح لمسألة هذي وإحنا أنا سألتك باش نذكره مليح أنه هل لو كان نديروا هذا الحجر إما الجزئي أو الكلية لو كان يكون حجر فولونتاري يعني إيرادي من قبل الجزارين نهار العيد ويومين هذو كل ثلاثة يام تعالعيد حتى للسبت هل سيكونوا مفيدين نديروا فاصل قصير ثم نواصل النقاش فبقوا معا إذن مشاهدني الكرام مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من البلاد اليوم كنت سألت دكتور أمقران قبل قليل في الجزء الأول من هذا الحوار حول قضية العيد نعم وهل ممكن ولكن قبل أن أسمع منك دكتور نشوف التقرير عدته زميلة زهرى ريف ونعود له للنقاش أعداد إصابات كورونا ستتضاعف الجزائر أمام حجر جزئي أو كل على بعض المناطق هي السيناريوهات المحتملة لقادم الأيام خصوصا وأن الجزائر تعيش موجة ثالثة من الوباء سببها حسب مختصين سلالة دالتا الهندية الأكثر انتشارا وألفا البريطانية ولكبح الانتشار سريع للوباء يشدد مختصون على ضرورة تقييد بالقواعد الصحية وذهب بقوة للتلقيح في الوضع الحالي كنا نقوله في واحد الوقت عندنا واحد البعض الأسابيع كنا راح مقلق اليوم رأنا فتنا شميع المقلق هذه الحالة رأي في الدوء الأحمر كما يقولوا قلنا بالثلالة الهندية تمتاز بانتشار رعيب رعب جدا الواحد يقدر حتى ربع عباد حتى نسبة على المناع الجماعية مع السلالة الهندية لازم تلحق 85 مليا الحاجة الأولى وهي المواطن الوسائل الوقائية ولازم كما يقولوا جميع المواطنين لازم يروحوا لهذه المراكز هدية لقاحات تعاقد الأزمة الصحية لوباء كورونا بدول الجوار والدول الأوروبية أحدث حالة استنفار بمستشفياتنا التي خصصت أجنحتها للاستقبال المصابين لكي نكون صالح معك لحق روحوش بيا لحق روحوش هل عندنا بعض الأشهر ونقول له عود ولي الوسائل الوقائية أنا نقول له الأغلبية اللي رام في المستشفيات الناس كانت في تجمعات سواء جمعية سواء أعراس سواء أمكين مغلقة يجب أن أعود ولي لأغلب وقت الوسائل وخاصة الكمامات وخدأتها من المواضعين لا يسمع الدعاة للموت الدعاة للناس يقول له مخطيك من اللقاح هذه النتيجة هذه النتيجة كل المؤشرات العلمية تراجح دخول الجزائر موجة وبائية ثالثة يراها مختصون الأعنف خاصة في ذل تباطئ حملة التلقاح ضد الفيروس التاجي والاستهتار المسجل من قبل كثير من المواطنين إذن مشاهدين الكرام كنا نستمع لتقرير زميلة زهراء ريف وكان سيج جنوحات يقول بأنه ينبغي العودة الإجراءات وقال لأنه في وضعية خطيرة جداً سلالة هذه الدالة قال بأنه ممكن تصيب ثمانية يعني آخرين يعني المصاب بهذا الفيروس يقدر يصيب ثمانية آخرين خلافاً لكوفيد 19 يعني الفيروس الأصلي دكتورة مقران هل في تقديرك اليوم برانة عشية احتمالات تتع غلق تتع إجراءات صارمة ممكن سلطات تتأخذها وهل في تقديرك العيد الكبير هذا يقدر يكون فرصة للتقليل منه إن شاء الله يعني نحن نضم بالممارسين الصحيين اقترحوا أن يكون فيها تطبيق صارم لكل تدابة الوقائية إمكانية العودة إلى الحجر الجسئي يعني في بعض الولايات وين فيها يعني زروة يعني انتشار الفيروس كبيرة يعني وين فيها حتى يعني الإمكانيات نقصة إذن يعني الإشكال اليوم كيفاه نوجهه هذا الوباء في عز الصيف يعني وين فيها مياه نقصة وين فيها تجمعات كثيرة فيها أعلاس فيها حفلات وفيها عيد العيد الكبير على الأبواب على بعض الأيام إن شاء الله يكون فيها هنا يكون ريسك كبير يعني هنا تكون الخطورة كبيرة لانتشار الفيروس إذن نضم باللي تكون فرصة أن نتداركوا الأخطاع وحتى الممارسات التي كنا نقوم بها المقبل حتى نتفادوا أن نلحقوا في ذروي تقدر تخرج من السيطرة بتاعنا دكتور أنت معا في العيد الكبير ما تسلم عليها ما تسلم عليك؟ أنا قلتها العامل فت في كل مرة قلتها أنا رانا اليوم في عصر الرقمانة في عصر وين حتى شوف نضيع عيد أو عيدين ولا نضيع حياة إنسان إذن في العيد نقدروا نتواصلوا مع الأصدقاء مع العائلة بوسائل التواصل الاجتماعي نقدروا يعني نقلوا من الزيارات نقدروا أن هذه نتلاقوا مع الناس ونحن حاملين فيروس ونقدروا يعني نعديوا الناس نضم باللي من المسئولية ومن يعني الصفة المسلم أنه وعليه ما ينقلش المرض لأخيه المسلم وخاصة في هذا المرحلة هذه وين رانا قد في الصيف كما العملي فات الإشكال يرى يكبروا ويعني والتفشيل يرى الحق للزل والتعوه وين يقدر يعني يفلت من أيدينا إذن أنا ننصح المواطنين كما نصحتهم العملي فات ونعاود نقررها ونكررها بكل صراحة حتى ولو بعض الأحيان ما تعجبش للناس لكن من الضرورة القصوى اليوم أنه نتفادى والزيارات العائلية في هذ أيام العيد قبلها وبعدها لأنه نقدروا نكونوا حاملين بيروس في المدة هذيك نقدروا نعديوا ومع السلالة هذي تعديلتها اللي راهي صح تقدر الناس تقول لك جاتنا غير من برا يقدر تكون جاتنا من الجزائر من الجزائر يقدر يكون انفوية هنا وإحنا ما نبناش إذن لازم نعملوا كل إجراءات ونضم باللي على الدولة وعلى السلطة أنها على الأقل لأنه في الأشهر الماضية طلحت شوية في تطبيق القانون عليها أن تقوم بتطبيق صالم القانون هناك بعض الولاد دكتور مثلا وليت نعم وليت معسكر وكذلك وليت بالسلوال يتخذ قرار منع عقود الزواج منع مواكب الأعراس منع الأعراس منع الحفلات كلها يعني في معسكر وفي تبسال هل في تقديرك ممكن مثلا تتخذ إجراءات كما هذه بلك في الحاسمة بلك في وهر الإجراءات الإحتياطية لازم نديرها ولازم نستفهم أنه في هذا الحال اللي نعيشينه في هذا يعني الكارثة اللي قدر يعني تصيب بلادنا لازم نتقبل كل هالإجراءات اللي قلت لك أنا نصبر شهر شهرين ثلاث شهور حتى دسات شهور ولا نقعدوا في هذا الحياة اللي مهيش حياة يعني لازم قلوها وإن الناس تقاس في كلها الناس اللي خصط العملتها الناس اللي ماتوا الهناس يعني عندنا حتى كأطيبة ممارسين عشرات والعشرات منا يعني الممارسين صحيين اللي ماتوا الناس فقدوا أهليهم ما ناش حابين نعيشوا مأسات واحدة أخرين في الأعوام الجاية إن شاء الله طيب دكتور كان أمر آخر كذلك أنت تعرف أنه البي سي اير كان عزيز يعني في بداية الكويد كان يندر غير في باستر في باستر الآن الحمد لله بفضل الجزائريين وناس قرأوا في الجزائر تعمت تقنية البي سي اير هل في تقديرك اليوم أنت مع التشخيص الواسع عندي باستاج مصيف يعني هو لازم فيما يخص البسير لأنه الإشكال تاعه مش برك لأنه غالي شوية يعني مليح أنه كان نوسع تشخيص بالبسير لكن فيه تاني يعني تشخيص آخر يعني بالدم حتى بسكانير توراسيك برك الناس نازم تفهم لأنه التشخيص هذا يعاون باش نعرفوا إذا كان إنسان راه يعني مقيوس وراه ممام نحن نتكلم الدكتور نحن نتكلم على اللي ما عندوش الأعراض اللي ما عندوش الأعراض هاي الإشكالية نقول لك رأنا في مرحلة لو كان نسرعوا في واتير التلقيح نعم نتفادوا أنه نديروا يعني يعني بسير هذا على أوسع نطاق إذا أنا نفضل اليوم نسرعوا في عملية التلقيح لكل سلائح المجتمع في كل مناطق ونديروا حتى كيف يقولون الكارEveryone إذا كان في مناطق النائية نديروا يعني عملية التلقيح واسعة كمان في المساجد في القاعات الرياضية هم يعني حتى لكلينيك بريوي كمان ندروا هم في المؤسسات الجوارية التي تبع للدولة نوسعوا في عملية التلقيح باش نوسعوا في عملية التلقيح لازم تكون عندنا كل يعني الكل يعمل بش يدير عملية تحسيسية إعلامية في المستوى حتى أنه المواطن ترجع له ثيقة وياما أنه من غير التلقيح ما نقدروش نتقدموه أما ما نقدروش نقضيوه على هذا الوباء في أقرب وقت طيب دكتور كين أمر كذلك مهم اليوم إحنا لما نتكلموا عن التلقيح السؤال الذي يتبادل الجزائرين إنت فاكسينيت ما فاكسينيت وش من الفاكسين دك وبعدها يبقى على الأخير سلام عليكم سبا ما دم ما وش مقايشت حكي لي اليوم أنا جيت لعندكم في المؤسسات الجوارية باش نفاكسيني كالسون الزيتاب يعني المراحل اللي هل مثلا نكون كونسولتي باراميدسا هل ماذا بي المشاهد الجزائري ولمعمل البحر الأول كان الناس تسجلوها في البلاتفورم تسجلوها في المؤسسات الجوارية البلاتفورم سيتا ديرين بلاتفورم؟ هذه كان يعني سور انترنت كينس تسجلوها ويعني في دارتها يا وزارة الصحة العمومية ويباثوا لك ولا يعيطوا لك؟ عندك نتحط نميرو التليفون يعيطوا لك ويوجهوك على حسب البلدية اللي سكن فيها يوجهوك للمؤسسة وتقدر تكون جايز في الطريق؟ هذه في المرحلة وضلك تقدر تأتي نحن عندنا القصبة في القطاع الصحي الثانية تجي عادي نورمال إلا كانوا يديروا في العملية هذك نهار تسجلوها يقدروا يديروك يعني يسجلك ويلقحوك في هذك نهار العملية كيف تدير؟ كان فيها الطبيب نحن درنا يعني درنا فرق داخل يعني المؤسسة درنا تاني خارج مؤسسة بلي شابيتو خاصة في باب الود يجي يشوفك طبيب اليوم مراناش نديروك في الأولوية كما في الأولين قال لازم تكون بالكمراض اليوم الناس قاعد يجيو كل جزائريين لهم الحق يتلقحو ويجيو للمؤسسة الجوارية ويديلوهم تلقيح كما كل الناس يجيو الطبيب يشوفو يديلو انكيسيونار يعني ملو لا فيش داعو ويديلو يعني يديلو الفاكسان كاين ممارضة وممارضة يديلو الفاكسان وبعد ما يديلو الفاكسان تاعو نقاعد يخلي وعشرين دقيقة هلاتين دقيقة يشوفو؟ نعم لما فيش أعراض جانبية يتجي في ذاك الوقت ونديرولو ونعطيولو اللاكرت تاعو ونعطيولو الموعد لدوزيان فاكسان يعني راح يجي بعد شهر واحداشين يوم شهر على حسب الفاكسان ونعطيولو الموعد تاعو بش يعاو ديولي يعني دكتور سامحني اليوم نقدر نديرو شعار تلقي حكم ترعاه اياد اامنة يعني اياد اامنة بل 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 بصن ديماجوجي بل بصن ديماجوجي حتى اليوم حتى اليوم نهار بدينا ونهضر على الاقل القطاع اللي نسير فيه أنا ما صرانا حتى مشكلة الحمدلله او ما شفنا حتى اعراض جانبية خاطرة يقدر يكون عندك وعادي امر عادي شوية حمى شوية وجع في نقطة التلقيح البوين باكسينال شوية عية لكن هذا من المضاعفات القليلة العادية للفاكسان ونقول لهم كان بزر باش نضحفوا ونقولوا هذي كي صروا شوية المضاعفات هذو باين بلي دلو للك فاكسان ما دلو للكش حاجة اخرى باين بلي سيلو فاكسان او يخدم الخدمات تاعو وراها دخلنا لك فيروس وباين بلي ماشي الفاكسان ماشي بيريمين ماشي بيريمين وماشي مداني لكش الماء احنا هيتقبلوه نقول لك وغلاء الاشخاص الكبار هم اللي يتقبلوا اكثر من الشباب وهنا اللي حبيتنا نوجه الرسالة ونعود الرسالة هذي للشبان والشباب الانسان اللي يشوفوا باللي هما كلنا عرضة لهذا الفيروس وكلنا نقدر نكونوا احنا ننقلوا الفيروس هذا اذا علينا كلنا وخاصة الشبان نتناقحوه ننقحو ننقحو نفسنا باش قطلكم نخرجو في اسرع وقت من هذ الحالة هذي ونعودو نعيشو معيشة هانية ان شاء الله ونعودو الى معيشة عادية بفضل هذا الديلو خاصة كريفيس نعم كان امر اخر كذلك دكتور اللي ربما نعاودو نذكرو به مرة اخرى رغم اننا تحدثنا عليه انت تعرف بانه الجزائري كي مرض يشخص نفسه يدير له دياغنوزيك اللي روحه ويروح عند الفرماسيا يقول له اعطيني دول فلاني ودول فلاني ودول فلاني هل هذا امر طبيعي خاطر؟ طبيعي مهوش طبيعي حتى تاني نجم نقولها بكل صراحة لازم الانسان كل واحد في موقع تاعوه لازم الانسان لما رأيه ولا لما يحس حاجة غير عادية يروح لطبيب الاقرب مؤسسة قريبة ليه اقرب صيدة ليه ميرش يدو يروح بنفسه كان حتى خطورة نقول لك ونقولها بكل صراحة امام الرأي العام كاي ناس ما يحشموا يقولوا بالمراض يخبيوا المرض تاعهم على العائلة تاعهم وعلى الجيران تاعهم وعلى المحيط الخدمان تاعهم هذا اراه ينقل يعني المرض وهو يقول لي خطورة على الناس وعلاش هذا شيء المرض مو شعب اليوم هالوباء عالمي ويقدر يقس كل الناس ويعني الحاجة الوحيدة اللازم يديرها الانسان انه لما يكون عنده اعراض وليشك في نفسه يروح للطبيب ديريكت نعم دكتور كاين بقولي تلت دقائق نعم الان كنا تحدثنا على هذه المسألة مع كوفيد كذلك 19 وقلنا انه المجتمع المدني لازم له اندوز يمسو في الاستدير ولازم يتنظم انا عنده تجربة اليوم في تقديرك دكتور هل المجتمع المدني لازم ينخارط في العملية هذه وهل لازم ينخارط غير بالقفة يدي القفة وكذا وكذا نعم دكتور كذلك نعم دكتور كذلك نعم دكتور كذلك المجتمع المدني لازم يقول دور اللي تنخلق من أجله أنه يقوم بالعمل الاتصالي نعم دكتور كذلك وعليش أن يقول هذا الشي نعم دكتور صراحة لأنه لما تشوف اللي المواطن مهوش يامن في عملية ما هال عملية ترقاح مهوش يامن بيها وما يمش كان اللحقوا للناس حتى يقولوا ما كانش منها هذا كورونا ما يقسناش حناية هذه تجاوزناها جاوزناها لا لا باش نحكي على يعني الأمور هذه تعدينها اليوم لما المواطن يسأل الواحد الأسئلة على اللقاح لخاطياته خاطياته إذن المجتمع المدني لازم يكون في المستوى باش يستعمل خطاب يعني سالس يتفهموا المواطن يتقبلوا المواطن بلا ما يحصل المواطن باللياران نقولوا انت هو السبان تع كل شي حتى يتقبل ونعطيه له الأمور بكل بساطة على ما هي الفايدة انت اللقاح كما قلتك مقبيل اللقاح باش نكسر سلسلات تعتفيش الوباء اللقاح باش ما ممكن مرض انا ما يدليش مضاعفة خاطرة وما نعديش واحدة اخرين ما نعديش لما خمسين في المئة الى سبعين في المئة من المواطنين يديروا اللقاح نعاودوا نعيشوا هانيين حتى واحد فينا الفيروس ما يروحش خلقوا ربي ويمشي ينتشر في العالم يمشي لازم نذكر المشاهد الكريم انه السيدة منذ سنة ثمانيين اذا ماشي سبعين ثمانيين ليومنا هذا لم يجد له اللقاح الحمدلله اليوم كان اللقاح بالنسبة لهالفيروس وهذا هو الحل الواحد الاساسي الضامن باش يكون فيه يعني نكسروا هالتفشيل باش نحميه المواطن خطر الحياة عزيزة ولازم المواطنين يشوفوا ما نقدروش نخرجوا من هالالأزمة الوبائية الى محسين انشاء الواحدين باللي كلنا معنيين وكما قلت المجتمع المدني السلطات الممارسين الصحيين الإعلاميين كل اللي عندهم يعني وجود بالساحة واللي عندهم تأثير على المجتمع لازم يعني يقوموا بالواجب بتاعهم هذا التحسيسي والإعلامي حتى نخرجوا في أقرب وقت وبأقل أضرار من هالوباء وان شاء الله نعودوا إلى الحياة العادية ان شاء الله نتمنى ذلك دكتور كلمة أخيرة كلمة أخيرة نعود لنا الفاكسيناسيون يا إخواني ما تخلعوش وما تخافوش من الفاكسان منذ يعني يعني خلق هذا اللقاح فيه ما كانش طراسيتامول عنده ديزافي سيكوندر وعليه تخافوا من الفاكسان لأنه الواحد هو الحل الواحد اللي رايح يخرجنا من هذه الأزمة الوبائية والي إن شاء الله رايح يحمي كل مواطنين مواطنت من هالفيروس صحة ما عليش كنت انتمنى وكنت انسى منك أنك تقول انتمنى وحظ موفق لشبيبة القبائل نسيتها هذه نسيتها نسيتها إن شاء الله حظ يطردوك بالدوار يوم ما تردك بلك بشراتي يقول لا 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 والله إن شاء الله حظ يكون نكونوا فعل خير إن شاء الله على فريق الجزائري أنا شبيبة القبائل وإن شاء الله عالبالك لما نرفع المعنوية ترفع حتى المناعة التنزان ترفعه إن شاء الله نتقبله إن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله إذن أنا أتمنى لشبيبة القبائل يعني تعوتوا لنا بالزادة الكاملة و بالفوز الكامل نتمنى لهم حفظوا وفير إن شاء الله لأنهم يمثلوا الجزائر ويمثلوا يعني أمال كثير من الجزائريين الذين يحبون شبيبة القبائل ولو ما يحبون شبيبة القبائل لكني تساعدوهم اليوم إذن بربج بلاد متواصلة ما أنا فألقاكم هذا لذلك الحين نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا